بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين وصلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين خياكم الله في لقاء متجدد من برنامج مدارك وفي هذه الحلقة نسلط الضوء وعلى قصة عجيبة من القصص النبوية الخاصة بأنبياء الله تبارك وتعالى قصة لإبراهيم عليه السلام ذلك الرجل الذي كان أمة كما وصفه المولى جل وعلا قصة فيها من المعاني العظيمة والحفظ الرباني الشيء الكثير وكما ذكرنا في حلقات ماضية أن إبراهيم عليه السلام هاجر إلى الله هاجر ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط عليه السلام ثم ذهب إلى حران ثم بعد ذلك ذهب إلى فلسطين في نابلس ثم جاء كما ذكر بعض المؤرخين جاءت حالة من الفقر والجدب الجدب فذهب إلى مصر وكانت مصر عبر التاريخ هي الأرض التي فيها الخيرات مستمرة لأن فيها نهر والزرع بكرم الله لا يتوقف فيزرع أهلها وفيها من الخيرات الكثير أرض الكنانة فصارت قصة عجيبة لإبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة عندما ذهبوا إلى مصر ذلك أنهم أول ما دخلوا مصر جاءت الأخبار بأن هناك رجل جاء معه زوجته فقيل كما ذكر من استقبله قيل أن معه لا يعرفون أنها زوجته رجل وامرأة فقالوا إن رجلا دخل ومعه امرأة حسناء فوصل الخبر إلى ملك أو فرعون مصر في ذلك الزمان وهذا الحديث جاء في البخاري هذه القصة جاءت في صحيح البخاري وفيها معاني عظيمة وفيها توكيل الأمر إلى الله تبارك وتعالى إذا اشتدت الخطوب بالإنسان ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات والمقصود ليس المقصود الكذب بالمعنى المنهي عنه وإنما القول بخلاف الواقع بالتورية والمعارض كما يسمى النبي صلى الله عليه وسلم إنه في المعارض يمندوحة يعني الإنسان لا يقول الحقيقة مباشرة وإنما يقول كلاما أعم يحتمل الحقيقة ويحتمل غير الحقيقة فمثلا إذا سألت إنسان وقلت له أين أنت فلا يريد أن يقول لك المكان الذي هو ذاهب إليه فيقول في يعني مشغول في أمر معين أو عندي أمر أوسع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيل له أبو بكر من أين أنتما فقال من ماء فكان الرجل يظن أن ماء هي منطقة لكن يقصد أن الإنسان مخلوق من ماء مهين فهو لم يكذب لكنه أعطى كلاما عاما يحتمل أكثر من احتمال فاصل يسير ونواصل بتيسير القدر حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن إبراهيم عليه السلام استخدم التورية في ثلاثة مواط من حياته ما هي يقول صلى الله عليه وسلم أما الأولى فقول إبراهيم إني سقيم يوم جاءه قوم فقال اخرج معنا للعيد فقال إني سقيم أي إني مريض لا أستطيع الخروج معكم فقال هذا الكلام ليبين أنه لن يذهب معهم لأنه سيبقى وسيفعل بالأصنام ما فعل وهذا معنى عام الثانية يوم سؤل من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فأله كبيرهم هذا أي الصنم الكبير هو الذي فعل وكان مقصوده عليه السلام أن ينبههم إلى باطل ما يدعون هذا الإله الكبير هو الذي فعل ذلك ثم صعقوا بهذا الجواب فقام إبراهيم عليه السلام في هذه الأمور كلها كل هذه الأمور قام بها عليه السلام إحقاقا لدين الله ودعوة للتوحيد ومع ذلك فإنه كان عليه السلام قد ذكر أن هذه من الأسباب في يوم القيامة التي تجعله لا يسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن الخلق ويبدأ بالحساب أما الثالثة فهي عندما سئل عن سارة من هي هذه المرأة التي أتت معك فإذا قال زوجتي سيقتل فقال هي أختي و بالمعنى العام هي أخته بالإيمان وهي أخته بمعنى ابنة العام وهي ابنة عمه عليه السلام لكن بالمعنى الخاص ابتعد عن أن يقول الحقيقة الواضحة فقال حقيقة أعم لتشمل الأمرين فهذه الثلاث هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم وهي التي تمهد لقصة حلقتنا التي ذكرناها في الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام وكيف أن فرعون مصر في ذلك الزمان يوم رأى من جمال سارة عليه السلام ما رأى بدأ بحيلة وبدأ بأمر يريد به أن يلال شيئا ويمكر مكرا فهل تحقق له مكره وماذا فعل إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة وإبراهيم نبي وسارة مؤمنة وكان عليه السلام قد فعل فعلا يدل على إيمانه وحسن ظنه بربه فقال لها اذهبي إليه فقولي له إنك أختي ثم ذهبت إلى الملك وحينما سألها وأراد أن يتقدم إليها أخذ أي أنه جاءه أمر من الله تبارك وتعالى يمنعه أن يتقدم إليها أو أن يفعل بها شيئا ثم قالت يا رب ويتدعو وهي امرأة صالحة قالت يا رب إذا مات بعد أن جاءت هذه الحالة جاءت الملك هذه الحالة التي كأنه مشلول قالت يا رب لا يموت لأنه إذا مات سيقولون أنها هي السبب فدعت الله أن لا يموت فماذا فعل ذلك الملك الجبار نعرف هذا في حلقة قادمة إن شاء الله إلى ذلك والحين نسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة